في ذكرى الوحدة الوطنية الثالثة والثلاثين ورغم الظروف العسكرية والسياسية التي تمر بها البلاد لا تزال جذوة الوحدة اليمنية متقيدة في قلوب ملايين اليمنيين هنا في مأرب وللإسبوع الثاني تتواصل الاحتفالات بعيد الوحدة احتفالات لمختلف أطياف المجتمع السياسية والعسكرية والمدنية للتذكير بأهمية الحفاظ على الوحدة ومكتسباتها وإنهاء انقلاب ميليشي الحوثي الإيرانية واستعادت الجمهورية وبناء يمن اتحادي الوحدة التي هي قدر شعبنا وهي فرصته الثمينة الوحدة والجمهورية ركنان أساسيان لليمن لا يمكن التنازل عنهما ولن يفرط فيهما أحرار الشعب اليمني في الشمال ولا في الجنوب على نحو غير مسبوق تحتفل مأرب بالذكرى الوطنية الخالدة في وجدان اليمنيين في وقت خفت فيه بريق المناسبة والاحتفاء بها من الجانب الرسمي المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية وحتى المحافظات المحررة أو القابعة تحت الاحتلال الحوثي المكونات النسوية الداعمة للشرعية كان لها حضورها في الاحتفال بالعيد الوطني إدراكا بعظمة الوحدة التي تووجت إرادة اليمنيين نحن نشارك في هذه المكونة النسائية بكثير من أطياف المجتمع مع كثير من أطياف المجتمع مع كثير من وقاهات المجتمع مارب في أن نؤكد للجميع أننا مع الوحدة وأننا مع الخيار الوحيد وهو قيام الوحدة اليمنية ومخرجات الحوار الوطني وأبت النساء إلا أن تكون لهن بصمة قوية ليوصلنا رسالة ويؤكد أن للمرأة دور كبير في كل مجالات الحياة سواء السياسية والاجتماعية أو الاحتفال بالأعياد والمناسبات وهذا من أن نربي عليه أبناءنا ونغرسه احتفاءات عسكرية وسياسية ومدنية وندوات سياسية جميعها دعت إلى نبذ التفرقة والانقسامات التي تتغذى بها ميليشيا الحوثي ومعالجة كافة القضايا الوطنية والتمسك بالوحدة باعتبارها منجزا شعبيا خالدا اشترك فيه أبناء الشمال والجنوب وبدونها لن تتحقق أهداف اليمنيين اليوم في إنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي واستعادة الجمهورية سعد القاعد يمن شباب مأرب